بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الدرس استخدام البيانات لون عدد المربعات الذي يدل على عدد الوحدات في كل مجموعة فيما يلي تذكر واحد عامود عشرة يساوي عشر وحدات وواحد مسطح مئة يساوي عشر أعمدة عشرات هيا معا نكمل التمثيل البياني بالأعمدة نلاحظ أن المربع الواحد يدل على عشر وحدات إذن واحد عامود عشرة سنلون مربع واحد ست أعمدة عشرات سنلون ست مربعات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد مسطح مئة إذا سنلون عشر مربعات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هيا نجيب على الأسئلة ما عدد الوحدات التي يدل عليها كل مربع ملون كل مربع ملون يدل على عشر وحدات أي مجموعة أكثر عددا بعدد الوحدات هي واحد مسطح مئة اكتب ما تمثله علامات العد التالية أربعة خمسة ثمانية إحدى عشر استخدم التمثيل البياني بالأعمدة للإجابة عن الأسئلة التالية يمثل التمثيل البياني بالأعمدة التي أمامنا الهوايات الأكثر تفضيلا يوجد على اليسار أعداد التلاميذ ويوجد في الأسفل الهوايات هيا نجيب عن الأسئلة نلاحظ أن كل مربع يدل على خمسة تلاميذ إذن كل مربع ملون يدل على خمسة السؤال الأول أي الهوايات الأكثر تفضيلا؟ نلاحظ أن الهوايات الأكثر تفضيلا هي كرة القدم السؤال الثاني كم عدد الذين يفضلون السباحة؟ نذهب إلى التمثيل البياني ونرى كم عدد الذين يفضلون السباحة؟ إذن عدد التلاميذ الذين يفضلون السباحة عشرة تلاميذ السؤال الثالث بكم يزيد عدد الذين يفضلون كرة القدم عن الذين يفضلون المشي؟ بكم يزيد نلاحظ أن الهواي خمسة عشرة تلميذة سجلت مريم أنواع الفراشات المفضلة لدى مجموعة من متعليمات الصف الثالث فكانت النتيجة كما هو موظف الجدول المجاور يستعمل جدول علامات العد لتنظيم البيانات لكي يسهل تفسيرها والمقارنة بينها علينا الآن إنشاء جدول ينظم البيانات التي سجلتها مريم علينا وضع عنوان وهو أنواع الفراشات المفضلة وتقسيمه إلى ثلاثة أعمدة العامود الأول هو نوع الفراشات والعامود الثاني علامات العد والعامود الثالث عدد كل نوع الآن هيا نمثل الفراشات الزجاجية بعلامات العد ولكن حتى لا أنسى أو أخطأ في تسجيل البيانات علينا شط نوع الفراشة التي نمثلها عند تسجيل البيانات ولاحظ أن كل خط في عامود علامات العد يشير إلى العدد واحد بما في ذلك الخط الأفقي هيا معا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن عدد الفراشات الزجاجية ستة الآن هيا نمثل الفراشات الطاوسية بعلامات العد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن عدد الفراشات الطاوسية سبعة الآن هيا نمثل الفراشات النحاسية بعلامات العد واحد اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة إذن عدد الفراشات النحاسية أربعة الآن هيا نمثل الفراشات الملكة بعلامات العد واحد اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن عدد الفراشات الملكة سبعة تذكر الفراشات الأقل تفضيلاً السؤال السؤال الثاني بكم يزيد عدد الذين يفضلون الفراش الطاوسية عن الذين يفضلون الفراش النحاسية بكم يزيد بكم يزيد تدل على عملية الطرح ورمزها ناقص إذن لذلك سنطرح عدد الذين يفضلون الفراش الطاوسية سبعة عن الذين يفضلون الفراشات النحاسية أربعة إذن سبعة ناقص أربعة يساوي ثلاث فراشات طاوسية سجل جاسم ألوان الدحسوقات كما هو موظف الجدول المجاور واحد نظم البيانات في جدول علامات العد علينا الآن إنشاء جدول ينظم البيانات التي سجلها جاسم علينا وضع عنوان ألوان الدحسوقات وتقسيم إلى ثلاثة أعمدة في العامود الأول لون الدحسوقات أحمر برتقالي أسود وفي العامود الثاني علامات العد وفي العامود الثالث عدد كل لون تذكر معي أن كل خط في عامود علامات العد يشير إلى العدد واحد بما في ذلك الخط الأفقي وحتى لا أنسى أو أخطأ في تسجيل البيانات علينا شط لون الدحسوقات التي نمثلها عند تسجيل البيانات هيا معا نمثل الدحسوقات الحمراء بعلامات العد واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن عدد الدحسوقات الحمراء هو خمسة ثلاثة هيا نمثل الدحسوقات البرتقالية بعلامات العد واحد اثنان ثلاثة إذن عدد الدحسوقات البرتقالية هو ثلاثة هيا نمثل الدحسوقات السوداء بعلامات العد واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن عدد الدحسوقات السوداء هو أربعة تذكر مجموعة علامات العد تساوي عدد البيانات التي سجلها جاسم تساوي اثنى عشر أي ألوان الدحسوقات هو الأكثر؟ الدحسوقات الأكثر تفضيلا هي التي يقابلها العدد الأكثر من علامات العد إذن الدحسوقات التي لونها أحمر هي الأكثر تفضيلا بكم يزيد عدد الدحسوقات الحمراء عن الدحسوقات السوداء؟ بكم يزيد يدل على عملية الطرح ورمزها ناقص لذلك سنطرح عدد الدحسوقات الحمراء عن عدد الدحسوقات السوداء أي خمسة ناقص أربعة يساوي واحد أي دحسوق حمراء واحدة الجدول التالي يبين أنواع العسل المفضل لدى مجموعة من الأشخاص نظم البيانات في جدول علامات العد علينا الآن إنشاء جدول ينظم البيانات علينا وضع عنوان وهو الماء العسل المفضل وتقسيمه إلى ثلاثة أعمدة في العامود الأول النوع في العامود الثاني علامات العد في العامود الثالث العدد وهو عدد كل نوع النوع السدر الكينيا الخبيزة الجبلي تذكر معي أن كل خط في عامود علامات العد يشير إلى العدد واحد بما في ذلك الخط الأفقي حتى لا أنسى أو أخطأ في تسجيل البيانات علينا شط نوع العسل التي نمثله عند تسجيل البيانات إذن هيا معا نمثل عسل السدر بعلامات العد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة عشرة إحدى عشر إذن عدد عسل السدر هو إحدى عشر الآن هيا نمثل عسل الكيميا بعلامات العد واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن عدد عسل الكيميا هو خمسة الآن هيا نمثل عسل الخبيزة بعلامات العد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن عدد عسل الخبيزة هو خمسة خمسة الآن هيا نمثل عسل الجبلي بعلامات العد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن عدد عسل الجبلي هو ستة هيا نجيب عن الأسئلة كم عدد الأشخاص الذين يفضلون عسل الكيميا؟ خمسة أشخاص هل من أنواع نالت العدد نفسه من الأصوات؟ اذكرها إن وجدت نعم عسل الكيميا وعسل الخبيزة نالت العدد نفسه من الأصوات إذن نعم الكيميا والخبيزة كم عدد الأشخاص الذين شاركوا في التصويت؟ تذكر مجموعة علامات العدد تساوي عدد البيانات الموجودة في الجدول إذن 27 شخصا ماذا تعلمنا من الدرس؟ تنظيم بيانات في جدول علامات العدد؟ حل مسائل باستخدام جدول علامات العدد؟ مع دوام التفوق والنجاح نلقاكم على خير موسيقى